السلام عليكم مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قبس انفو في هذه الحلقة سوف نتكلم عن موضوع مهم جدا يتعلق بالمنحة الخاصة بالمرأة يعني ما قيمة وما حقيقة منحة المرأة الماكثة في البيت لهو رح يكون موضوع حلقتنا اليوم في شؤون إدارية جزائرية قبل أن نبادأ نسعد باشتراككم في القناة قبس انفو باش يوصلكم للجديد وكذلك يسعدنا أيضا اشتراككم في القناة الرسمية التي سنتكلم فيها عن أمور تخص المعرفة الفائدة والواعي حديث تربوي وتصنيفات أخرى إن شاء الله نرجع لموضوع الذي سنتكلم عنه وهو موضوع منحة المرأة الماكثة في البيت أولا دعونا نوضح نقطة مهمة حول موضوع منحة المرأة في الماكثة في البيت يعني احنا من بكري أو من وقت ما نسمع أنه الراجل يهز على المرأة 80 ألف وعلى كل طفل يعني 30 ألف وهذه يعني نتكلمها في العامية ونقول أنها منحة المرأة نشير أو نؤكد أنه الرجل العامل واللي نقول عليه يعني خدام نقصد به هو اللي يكون مسوري يعني مسوري مع الضمان الاجتماعي والدولة هذا يعتبر عامل لأن العامل الحر لا يعتبر عامل لدى الدولة يعني عامل بناء أو عامل كهربائي أو غير ذلك هذا اللي يعني بريكولي هذا لا يعتبر عامل لدى الدولة إلا إذا كان مسوري في هذه الحالة يعتبر عامل في القانون إذن في الحقيقة القانونية 80 ألف هذه هي ليست منحة المرأة إنما اسمها منحة الأجر الوحيد هذه 80 ألف هي اسمها منحة الأجر الوحيد القانون ويقول أنه الرجل العامل يهز 80 ألف على المرأة يعني لم تكنش تخدم وهو يكون عامل في هذه الحالة هو يهز 80 ألف أما إذا كانت هي عاملة فما يخلصش عليها 80 ألف يعني ما يمده له 80 ألف باعتبار أنها هي عاملة نشير إلى معلومة مهمة والكثير ما يعرفوهاش ونقصد بها الموظفات يعني العاملات واللي مسوري مع الدولة يعني هذه كثير منهم ما يعرفوش هذه المعلومة أنه الرجل الغير العامل وكما قلنا قبل أنه الرجل الغير العامل يعني ما هو شمسوري عامل بناء كهربائي المرأة هي الوحيدة العاملة في هذه العائلة قانونا أنه المرأة تدي 80 ألف تدي على الرجل لأنه غير عامل وكاين الكثير من الموظفات ممكن ما يعرفوش هذه المسألة أو ما خدمتش الملف رغم أنه الملف شكله أو محتوى سهل جدا فقط تحضر شهادة عدم الانتساب للرجل كناس شهادة عائلية وتقوم بدفعها للإدارة لتخدمي فيها يعني ومن خلالها يخلصوك 80 ألف عن حق الرجل الغير العامل كما قلنا أنه هذه 80 ألف التي تكلمنا عنها تسمى قانونا منحة الأجر الواحد هذه يعني المعلومة العامة نختصر الأمر عائلة فيها زوج وزوجة واحد فيهم يعمل ومسوري والآخر ما يعملش ومش مسوري وبالتالي يحق لهم الحصول على 80 ألف بسهولة من خلال الملف السابق الذكر نحن موضوع الحلقة هذه تكلمنا عليه لأنه تم تداول مؤخرا أن منحة المرأة الماكثة بالبيت هو عن 80 ألف لكن هو لا علاقة له بـ 80 ألف يعني هذا يسمى منحة الأجر الوحيد وليست منحة المرأة الماكثة في البيت والحقيقة الرسمية حول هل يوجد منحة حقا للمرأة الماكثة بالبيت فالجواب لا يوجد لحد الساعة قانون أو قانون رسمي أو تسمية رسمية بهذا الشكل يعني لا يوجد شيء اسمه منحة المرأة الماكثة بالبيت إلا ما سبق الحديث حوله في هذه الحلقة نتمنى تكون الحلقة قدمت تفصيل مهم وتفاصيل يعني أمور أساسية نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك في القناة بشجيكم جديد الأخبار والمعلومات حول موضوع الأجور والمنح إن شاء الله نلتقي بخير السلام عليكم